إيه حكاية بقى الزئبة الحمراء وليه مسمينها الزئبة؟ إيه موضوع الزئبة ده؟ إيه علاقته بالمرض وجات التسمية منين؟ مرض الزئبة الحمراء هو مرض مناعي وزي ما قلنا قبل كده الأمراض المناعية هي بتبقى خلل في جهاز المناع ليست ضعف ولا زيادة نشاط ويبتدي جهاز المناع يطلع أجسام مضادة ضد خلايا الجسم في مرض الزئبة الحمراء الأجسام المضادة بتطلع ضد كل خلايا الجسم أي عضو في الجسم ممكن أنه يتأثر وتسمى بالذئبة الحمراء لأن من الأعراض الشائعة ليه التهاب في الجلد أكتر في منطقة الوجه والإيدين يمكن يبقى في الصورة المعانة دي يا دكتورة سمعها؟ يشرح بيبقى أكتر في الوجه بياخد منطقة الخدين كده فبيخلي شكل المريض شكل الذئب فسموها الذئب الحمراء يعني يمكن نفس المنطقة دي بيحصل برضو فيها تغير في الحمل تعرف فيه كده برضو صبغة كده بتيجي في وش السكتات كلا في الحمل بس كلا في الحمل ما بيبقاش أحمر كده بيبقى لونه بيبقى زيادة في الصبغة بتاعة الجلد لكن ده التهاب المريض بيشتكنه لما بيتعرض للشمس الخدين وبعض الأماكن في الجسم لكن ما بيصرحش على بقية الوجه هو ممكن يصيب الوجه كله بس بعد المنطقة اللي بنسميها النيزوليبيا الفولد مش عارف اسمها بالعربي من الأنف للفم دي ما بيصيبها وش لكن هو ممكن يصيب الجبهة الخدين الدقن ممكن يصيب الوجه كله يحمر بيبقى حمار والتهاب بيبقى فيه حكة وزي ما باين في الصورة كده تحس انه عالي شوية عن الجلد لكن كلف الحمل ده بيبقى تغير في الصبغة بتاعة الجلد طيب أكيد طبعا لقى سبام وأنا أعرف انه بيبقى أكتر في الستات ده حقيقي للأسف أغلب الأمراض المناعية هي نسبتها أعلى في السيدات بالذات مرض الزقبة الحمراء بنسبة تسعة إلى واحد يعني كل تسعة سيدات بيقابلهم ذكر ممكن يصاب بمرض الزقبة الحمراء يعني تسيم في المئة من المرضى ستات أغلبهم سيدات ده له سبب معين ولا لسه الأبحاث ما جابتهاش دي كأغلب الأمراض المناعية احنا عارفين الاستعداد الجيني لكل مرض أيوة وفي عوامل بيئية بتسبب ان الجين ده يبتدي يعبر عن نفسه ويبتدي يخلي جهاز المناع يطلع أجسام مضادة تهاجم خلايا الجسم السليمة مفروض وظيفة جهاز المناعة أنه يحافظ على الجسم يحمينا من الغريب ويطلع أجسام مضادة ضد أي بروتين غريب يدخل للجسم في الأمراض المناعية بيبتدي الجسم يطلع أجسام مضادة ضد خلايا الجسم الزئبة الحمرة بالذات فيه تأثير لعمل الهرمونات وعلشان كده نسبة أكبر يعني نسبة السيدات للرجال أكبر من مرض زي مرض الروماتود رغم النوع يعني شائع برضه في السيدات عن الرجال بس النسبة 3 الواحد لا في الزئبة الحمرة إحنا 9 الواحد بيصيب فئة عمرية كمان مهمة جدا بيصيب السيدات في السن من 15-16 سنة لغاية سن 45 سنة وهي فترة الخصوبة فترة الخصوبة لدى السيدات فهو لي علاقة وثيقة بالهرمونات عوامل بيئية في وجود سيدة عندها استعداد جين استعداد جين طيب الأعراض إيه بقى وإمتى راح يشكد أن الموضوع ده مناعي ويجب أكتر زئبة حمرة يعني ليشك أن هي بالذات في الحقيقة حضرتك هي أعراض الزئبة الحمرة متفوتة جدا بسيطة فيه أعراض بسيطة زي مجرد طفح جلدي بس ويبقى معها حرارة بعض السيدات تشتكي من أن شعرها بيقع بطريقة زيادة عن الطبيعي قرح في الفم ممكن الأعراض دي تزيد بقى لما الأعضاء الداخلية أجهزة الجسم تبتدي تتأثر فبيبقى عندي ساعات أنيميا المريضة تشتكي أنها همدان ضربات قلبها سريعة مش قادرة أنها تقوم بمجهودها اليومي ممكن أنا عندي الغشاء البلوري والطايموري ممكن يتأثروا فبقى فيه مية على الرئة أو مية على القلب الغشاء البلوري اللي على الرئة والغشاء التايموري على القلب ممكن بيحصل فيهم التهاب يبقى فيه ارتشاح تبتدي المريضة تشتكي بنهاجان جامد جامد مش قادرة تنام في السرير تضطر تعد لغاية أن أنا ممكن الكلة تتأثر ويبقى عندي زلال في البول فتبتدي المريضة تورم ويبتدي الضغط يعلى أنا لغاية الجهاز العصبي ممكن يتأثر سواء الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي التارفي ومشاك يبقوا كلهم مع بعض لا طبعا من رحمة ربنا يعني أغلب المرضى يبقاش كل دمع بعض وزي أقول حقيقة هو فيه تفاوت في الأعراض جامد من البسيط إلى أقصى درجات تأثر الأجهزة الداخلية أجهزة مهمة زي الكلة والجهاز العصبي مصاحب في أغلب الوقت معاها حرارة ده ممكن كمان يبقى فيه إصابة للمفاصل والتهف المفاصل ساعد بلخبطنا ببعض الأمراض هنا فيه صورة زئبة حمراء في الإيدين يعني ده أحد أشكال الطفح الجلدي وبرضه المفاصل مش سليمة ده أحد أسباب الطفح الجلدي أو أحد أشكال الطفح الجلدي اللي بيقى موجود في مرضى الزئبة الحمراء إنه بيصيب الأماكن اللي معرضة للشمس ونخلي بالنا إنه بيصيب الجلد ما بين العقل يعني العقل نفسها الجلد عليها سليم وبيصيب الجلد ما بين عقل الأصابة طيب الصورة دي الحقيقة برضو توحيلي بسؤال تشابه أعراض الزئبة الحمراء مع أمراض تانية يعني الشكل ده في الجلد ممكن يخلي الواحد يروح الدماغ والمرض جلدي والأمراض الجلدية أنت عارفة بتتشبه في فيزس معينة أو في مراحل من معينة منها في الحقيقة إحنا لما المريض بيشتكي بأعراض جلدية فقط غالباً لو معهاش حرارة معهاش التهف المفاصل معهاش بقية الأعراض اللي ممكن تخليني أشك في الزئبة الحمراء غالباً بيبقى المريض توجهه الأول لدكتور الجلدي لأن إحنا عندنا نوع من أنواع الزئبة الحمراء إحنا عندي الزئبة الحمراء الجهازية الحمامية اللي هي زي ما بقول حيك بيقفير دفاع في درجات الحرارة مع تنوع من الأعراض وفي مرض الزئبة الحمراء الجلدي المريض ما بيظهرش بس غير في طفحه في الوجه أو على الجلد غالباً المريض ده بيتوجه لطبيب الجلدية في الأول بس أطباء الجلدية على وعي تام بالمرض ويعني بجانب أنه بيعالجه بيتم تحويل المريض لاستشاري الروماتيز علشان يبتدي يتابع معايا لأننا ممكن في أي وقت المريض اللي عنده أعراض جلدية فقط تبتدي تظهر أعراض تانية داخلية لتأثر الأجهزة يعني وجود حاجات جلدية مع أعراض داخلية على طول ذهن حضرتك بيروح للزئبة الحمراء ترجمة نانسي قنقر